السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عبر القرآن الرسمية لجامل سليمان الدولية ومازلنا وإياكم بسلسلة أو مع سلسلة جهة مقرر جرائم المعلوماتية والتي تناولنا فيها عن طبيعة شبكة الأنترنت وجرائم مرافقة لإستخدامها وقد أنهيناها خلال محاضرات الثلاثة اليوم بحول الله سوف نبدأ بالوحدة التعليمية الثانية وهي الجرائم المستحدثة حقيقة كما قلنا جرائم المعلوماتية قد تكون على مستوى الدول العربية بالجرائم المستحدثة ولذلك لابد من قانون أو كان هناك عدة قوانين قد أصدرت وجرمت أنواع كثيرة من جرائم المعلوماتية وأجرائم مستحدثة حقيقة في هذه الوحدة الثانية لابد أو تتضمن شرح جرائم المعلوماتية التي نص عليها المرسوم التشريعي للجمهورية العربية السورية رقم 17 لعام 2012 وحقيقة هناك تسع صور لمعرفة أنواع تلك الجرائم وبالإضافة سوف نشرح بإذن الله تعالى كل الصور واحدة تلو الأخرى ومن ثم سوف نكون مع شرح الأحكام العامة التي نص عليها قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية وحقيقة الهدف الأساسي من هذه الوحدة تعريف طلابنا العزاء على جرائم المعلوماتية من هذه الوحدة وصورها التسعة المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية وهذه الجرائم سوف أسردها بشكل سريع خلال دراستنا وسيكون هناك شرح مفصل طبعا الصورة الأولى هي جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة المعلوماتية الصورة الثانية جريمة شغل اسم موقع إلكتروني الصورة الثالثة جريمة عاقة الوصول إلى الخدمة والصورة الرابعة جريمة اعتراض المعلومات والصورة الخامسة جريمة تصميم برمجيات الخبيثة واستخدامها والصورة السادسة جريمة رساد البريد الواغل والصورة السابعة جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة والصورة الثامنة جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع والصورة الأخيرة وهي الصورة التاسعة جريمة الانتهاك حرمة الحياة الخاصة ثم سوف نتعرف على الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة المعلوماتية وهي ظروف التجديد والعلنية على الشبكة ولدينا الشروع والمصادرة الآن سوف نأتي على قسم الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية حقيقة تقسم جرائم المعلوماتية إلى نوعين الأولى هي الجرائم التقليدية المعروفة من صح التعبير قبل عصر التقنيات ولدينا الجرائم المستحدثة ما الفرق بين الجرائم التقليدية والجرائم المستحدثة؟ طبعا الجرائم التقليدية التي ترتكب بواسطة نظم المعلومات وخاصة شبكة الانترنت وهذه الجرائم كانت موجودة قبل عصر المعلومات ولكن بعد انتشار شبكات الانترنت أصبح اتكاب الجريمة من خلال شبكة الانترنت وبالتالي أصبحت ترك هذه الجريمة من الجرائم الجديدة أي الجرائم التقليدية التي كانت في السابق اليوم مع دخول شبكة الانترنت أصبحت من جرائم جديدة ومن هذه الجرائم حقيقة جريمة التهديد والقتل جريمتي القضح والذم التي ترتكب عبر البريد الإلكتروني والجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة التي ترتكب عبر المواقع الإباحية وغيرها من الجرائم أما النوع الثاني وهي الجرائم المستحدثة حقيقة هي الجرائم التي ظهرت في عصر تقنية المعلومات ولم تكن معروفة من قبل وخاصة بعد اختراع الانترنت ومن أمثلة هذه الجرائم جريمة الدخول الغير مصرح به إلى أنظمة الحاسوب أو المواقع الإلكترونية لدينا أيضا جريمة تعطيل أو عرقلة نظام معلوماتي أيضا لدينا جريمة إطلاف المعلومات عن طريق زرع الفيروسات وغيرها من الجرائم وبناء على ذلك سندرس في البداية الجرائم المستحدثة ومن ثم الجرائم التقريدية الجرائم المستحدثة حقيقة جرم المشرع السوري في الفصل الثالث من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تسع صور مستحدثة وأيضا كما نص في الفصل الخامس من نفس القانون على القواعد العامة التي تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كظروف التجديد وتجريم الشروع في الجنح والعلانية على الشبكة حقيقة اليوم ستقتصر محاضرتنا على بعض صور أجرائم مستحدثة سيكون هذا القسم حقيقة بداية هي صور أجرائم مستحدثة وفيما بعد لدينا سيكون شرح مفصلا على الأحكام العامة للجريم المعلوماتية سنتناول بعض صور أجرائم مستحدثة لهذا اليوم أولا سنبتدأ بجريمة الدخول الغير مشروع إلى منظومة المعلوماتية إذن جريمة الدخول الغير مشروع إلى منظومة معلوماتية حقيقة تعد الحواسيب ومنظومات المعلوماتية والشبكات مستودعا لكميات كبيرة من المعلومات وبمجرد الوصول لهذه الأنظمة بالإمكان الوصول تلقائيا للمعلومات المخزنة بها أو المتبادلة على مختلف أشكالها على سبيل المثال لدينا أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية والملفات والبريد الإلكتروني وغيرها وقد تعرضت هذه الأنظمة في الأولى الأخيرة للاختراق من قبل القراءة ما يسمى اليوم هاكرز وغالب الدول العالم جرمت هذه الأفعال كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وقطر والإمارات وغيرها من الدول وأيضا المشرع السوري لم يكتفي ولم يكن هناك قانون غير مشرع به بالنسبة للمشرع السوري ولم يقف مكتوف الأيدي لا حقيقة عاقب المشرع السوري على الدخول الغير مشروع إلى منظومة المعلوماتية والتي أتى في مادة 15 من قانون مكافحة الجريم المعلوماتية والتي نصت على مالي في الفقرة ألف يعاقب الفاعل من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروع إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الأنترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو تصريح القيام بتلك العفال الفقرة B قال وتكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو إلغاءها أو تغييرها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشاءها طبعا هذه الجريمة لتكون مكتملة لابد أن نتناول الركنين لكون التفصيل أو الشرح مفصل هو الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة ثم ننتقل إلى الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة B من هذه المادة الركن المادي حقيقة يتمثل نشاط الجرمي بدخول للمنظومة المعلوماتية ويقصد هنا حقيقة الدخول هي جميع الأفعال التي تسمى بالولوج إلى أنظمة المعلوماتية وهما هو مخزن بها وقد يكون الدخول بطريقة مباشرة وغير مباشرة كثير مثلا يتسأل ما المقصود بكلمة الولوج حقيقة الولوج لو رجعنا إلى القرآن الكريم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل حقيقة الولوج هو الدخول فمجرد دخوله إلى أنظمة المعلوماتية نعم وتكون تلك الدخول حقيقة أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مباشرة الدخول أو الولوج كمستخدم دون أن يكون للفاعل الحق أو التصريح للقيام بذلك وغالبا ما يكون من قبل العاملين في الجهات المجنى عليها وبطريقة غير مباشرة أي عن بعد عن طريق شبكات الأنترنت ولكن يرتب كبه أشخاص غريبون لا ينتمون لجهات المجنى عليهم وحقيقة المشرع السوري لم يشترط أن ينجح الفاعل بفعلته بشكل تام بل جرم الفعل بمجرد الولوج إلى نظام معلوماتي ولو لم يترتب على هذا الدخول ضرر أو فائدة ما دام هذا الفعل بغير وجه الحق لأن هذه الجريمة من الجرائم التي تمثل عدوانا محتملا على الحق وليست من الجرائم التي تتطلب العدوان على الحق الذي يحميه القانون حقيقة أيضا في الركن المعنوي لهذه الجريمة قد جريمة الدخول غير مشروع إلى منظومة المعلوماتية هي جريمة مقصودة ويتمثل الركن المعنوي حقيقة بصورة القصد الجرمي العام بعنصريه التلم والإرادة إذن في الركن المعنوي لكافة الجرائم لابد أن يكون هناك جريمة مقصودة ولابد من توفر القصد الجرمي بعنصريه العلم والإرادة وعليه يجب أن يتجه علم الجاني إلى أن فعله سيؤدي إلى الدخول إلى حاسوب أو منظومة معلوماتية أو موقع الإلكتروني ويجب أن يعلم فوق ذلك بأنه ليس له الحق أو الصلاحية في هذا الدخول وأيضا يجب أن تتجه إرادته إلى هذا الدخول الغير مشروع ولكن تنتفي الصفة الجرمية للفعل إذا كان يعتقد بأن له الحق بالدخول للنظام المعلوماتي وبالتالي القصد الجرمي لا يتوفر لديه إذا كانت هناك أسباب معقولة العقوبة قد ذكرناها في نص المادة ولكن سأسردها بشكل موجز عقب المشرع للدخول الغير مشروع للمنظومة المعلوماتية بالغرامة من 20 ألف ليرة سوري إلى 100 ألف ليرة سوري وهي عقوبة ذات وصف جنحوي لأنها تجاوزت ألفي ليرة سورية حقيقة أيضا كما قلنا هناك ظرف مشدد خاص بهذه الجريمة بجريمة الدخول الغير مشروع إلى النظام المعلوماتي وحقيقة شدد المشرع السوري هذه العقوبة في الفقرة الباء من المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتي نصت كما أسلقت سابقا بأن تكون العقوبة هي الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو تصاميم أو وصل إليها إلى آخره هذه حقيقة بالنسبة لجريمة الدخول الغير مشروع للنظام المعلوماتي أو إلى أي منظومة أو إلى أي موقع إلكتروني حقيقة لدينا جريمة الثانية من صور أجراء مستحدثة جريمة إشغال أو شغل اسم موقع إلكتروني حقيقة أيضا أفرد المشرع السوري في نص المادة 16 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على مالي قال يعاقبوا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الأنترنت على التحكم في هذا النطاق الذي يملكه وأيضا هنا سنتناول بشكل سريع الركن المادي والركن المعنوي والعقوبة لهذه الجريمة الركن المادي يتمثل النشاط الجرمي بانتحال شخصية موقع إلكتروني حقيقة وهذا شكل من أشكال سرقة الهوية على الأنترنت كإنشاء مواقع مزيفة على شبكة الأنترنت على غرار مواقع الشركات والمؤسسات أو حتى الجامعات وكأنه الموقع الأصلي المقدم لتلك الخدمات وغالبا ما يحصلون على البيانات الشخصية وإيقاع الأذى بالناس وتظهر النتيجة الجرمية أيضا عند عدم تمكين صاحب الموقع الأصلي من التحكم بموقعه حقيقة أيضا المشرع السوري هنا لم يشترط أن يحصل الجاني على كافة المعلومات من المتعاملين بهذا الموقع بل تعتبر هذه الجريمة كأحدى صور إعاقة الوصول إلى الخدمة أو الاستفادة منها هذا بالنسبة للركن المادي الركن المعنوي كما قلنا لا بد أن يكون هناك جريمة مقصودة وتوافر عنصرين ألاهوهما العلم والإرادة تكون جريمة مقصودة وتطلب القصد الجرمي العام بعنصرينه العلم والإرادة وبالتالي يجب على أجاني أن يعلم أن إرادته تتجه نحو تقييد قدرة صاحب الموقع من التحكم بموقعه وأنه ينتحل شخصية موقع إلكتروني دون علم صاحبه أما العقوبة عقب المشرع حقيقة كل من يقوم بشغل اسم موقع إلكتروني بعقوبة جنحوية الوصف وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية الجريمة الثالثة من صور الجرائم المستحدثة جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة أيضا نصت المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ماليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من أعاقة أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاقة أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات والمعلومات فلنذهب سويا أيضا لنتعرف على الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة الركن المادي حقيقا يتمثل نشاط الجرمي بمنع الولوج إلى منظومة معلوماتية أو إلى الشبكة كالأنترنت أو شبكة الهواتف النقالة وقد تتخذ صورة تعطيل أو إيقاف الخدمة كليا أو جزئيا كحجب الوصول إلى أحدى المواقع الإلكترونية أو منع الوصول أو منع وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهة المقصودة وحقيقة هنا لا بد من الانتباه ويجب التنويه لا تنطبق هذه المادة على إعاقة الخدمة ذات الطابع المشروع مثلا كحجب موقع إلكتروني تنفيذا لقرار قضائي أو لإجراءات تتخذها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وذلك ضمن ما يخولها القانون أو كما قلنا قد يكون هذا الحجب بموجب قرار قضائي الركن المعنوي حقيقة هنا أيضا هذه الجريمة تعتبر جريمة المقصودة وتتضلب تغافر القصد الجرمي بعنصريه العلم والإرادة وذلك بما قامه من الأفعال المجرمة التي نصت عليها المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أما إذا تمت إعاقض الخدمة نتيجة خطر الفاعل العرضي حقيقة فينتفي القصد الجرمي وتنتفي بذلك الجريمة العقوبة أيضا قد تكلمنا عليها في صلب المادة أنه عاقب المشرع السوري على جريمة عاقة الدخول إلى الخدمة بعقوبة جنحوية الوصف وهي الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية وسوف نتكلم اليوم عن الجريمة الأخيرة في هذه المحاضرة وهي جريمة اعتراض المعلومات حقيقة نصت المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي الفقرة ألف قال يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من اعتراض أو التقط قصداً بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو على الشبكة أو تنصط عليها الفقرباء من هذه المادة قالوا أيضاً يعاقبوا بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للوصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو على الشبكة يمكن استغلالها حقيقة لأغراض إجرامية أيضاً هنا سنتناول الركنين المادي والمعنوي ومن ثم سنصلط الضوء على استخدام اسلوب الخداع للحصول على تلك المعلومات الركن المادي حقيقةً إن شرط الأساسي لقيام جريمة اعتراض المعلومات هو أن تكون تلك المعلومات متداولة وليست مخزنة أي التنصط على المعلومات أثناء عملية إرسالها أو استقبالها ولا تقوم الجريمة إذا كان الاعتراض مشروعاً بناء على إذن من السلطة القضائية كقيام رجال الضابطة العدلية باعتراض المعلومات العائدة للمشتبه به أما الركن المعنوي حقيقةً جريمة الاعتراض جريمة مقصودة وأيضاً تتطلب أو يتطلب القصد الجرمي العام بمصريه العلم والإرادة فيجب على الفاعل أن يعلم ليس له الحق بالاعتراض أو التنصط أو التقاط أي معلومة ومن ثم تكون إرادته نحو الفعل بمحظ الإرادة الصريحة أي أنه متوجه لهذا الفعل وهو يعلم بجرميته واعتراض الفاعل للمعلومات عن طريق الخطأ في الحقيقة تنفي القصد الجرمي كيف يتم الحصول على المعلومات بأسلوب الخداء؟ حقيقةً بدايةً قبل الحديث لابد أن نعلم ما المقصود بالخداء في صلب نص المادة 18 حقيقةً يقصد بالخداء هنا الكذب الذي يتخذه الجاني حيال المجني عليه وافتعال أشياء مشابهة لوجه الحقيقة وهذا ما يحمل المجني عليه لأن يكون ضحية الخداء من خلال تسليم الجاني لمعلوماته الشخصية أو السرية أو بطاقة الدفع البنكية والخداء يتخذ إحدى الصورتين حقيقةً الصورة الأولى أما يكون عن طريق إنشاء مواقع وهمية مشابهة للمواقع الأصلية العاملة على الانترنت حيث يظهر الموقع الوهمي بمظهر الموقع الأصلي الحقيقي ويقوم المتعاملين مع هذا الموقع بالدخول ووضع كافة بياناتهم الشخصية والسرية أما الصورة الثانية هي خداء المجني عليه عن طريق البريد الإلكتروني كقيام الجاني بإرسال رسالة إلكترونية إلى المجني عليه يعلمه مثلاً فلنفترض بفائدة مادية أو بجراء استبياني أو مقبيل ذلك وإذ بالمجني عليه يفصح بكل أيضاً معلوماته الشخصية والسرية على شكل يتوقع أن هذه الرسالة تحمل في طياتها الأمان ولكن في الحقيقة يكون قد وقع في قفص الخداع الإلكتروني من قبل الجاني ويرتبط هذا الاسلوب بجريمة الاستعمال الغير المشروع لبطاقات الدفع وهي الحصول دون وجه مشروع على البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكترونية العائدة للمجني عليه ثم بعد ذلك قام المجني بالاستيلاء على أموال المجني عليه وحقيقة هذه الحادثة كثير ما نلاحظها في الدول التي تستخدم بطاقات الاعتمام وهناك كثير من الرسائل التزويرية والاحتيالية فهنا يتوجب علينا حقيقة أن نكون أكثر حيطة وحذر اتجاه تلك الجريمة حقيقة العقوبة أيضا من أجل عدم الإطالة ذكرها المشرع بالفقرة ألف من المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة أستودعكم الله الذي لا تطيع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته